ترأس المدبر البطرييركي للروم الكاثوليك في الأردن قدس الأرشمندريت بولس نزهة القداسة الإلهي في كنيسة القديس جوارجوس للروم الكاثوليك لفحس بمشاركة راعل كنيسة قدس الأب الأرشمندريت بولس حداد والأرشمندريت حكمة حددين ثم التقى الأرشمندريت نزهة بالإكليريكيين الذين لازالوا على مقاعد الدراسة لعلم اللهود وذلك في دير القديس جوارجوس في لفحس وخلال اللقاء الروحي حثهم على الحياة الروحية كونهم مستقبل الكنيسة القادم وفي نهاية اللقاء اشترك الآباء وشمامسة على مائدة المحبة